بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحبة مهدا في بعض الجلساء كده لما بنيجي نجلس معاهم بلحط ايدينا على قلبنا لان مش عارفين الحكاية هترسى على ايه مش عارفين لما نقعد معاهم هنطلع مرتاحين ولا هنطلع زعنانين جليس النهارة اللي احنا نقعد معا ده جليس دقيق شوية لان اي حاجة ليه علاقة بالحساسية بيبقى عامل تحس كده ان فيه سلك عريان انا انا بكلمكم بصراحة لان انا لما باجي عند الجليس ده بالذات بقف بهدوق لان الجليس ده يا ما حير الناس كتير الجليس ده يا ما واجع الناس كتير الجليس ده يا ما حافظ على الناس كتير فجليس النهاردة الحفاظ عليه واجب تجاه انفسنا تخيل وتجاه اللي حوالينا كمان اه يا دي ممكن تكون القصة هو ده الاتزان وهو ده اللي ممكن يخلينا لكن ساعات احنا بنجعله في محل مش محله زي بالزبط الروحانة جاي بالكباية دي واحطها كده على رجلي فاي حركة منا هتحصل ايه هتوقعت الكسر فساعات بنعمل كده وده للأسف يفسد كتير من العلاقات بين الناس الجليس النهاردة اللي احنا بنتكلم عليه اسمه جليس الكرامة اه صحيح كرامة الانسان جزء من تكريم الله سبحانه وتعالى لي بس ما ينفعش عشان كده ما ينفعش ان حد يتعد عليه بس هو كمان ما ينفعش يتعد على الاخرين لكن احنا بنبالغ ونحط الكرامة في كل حاجة كل حاجة فيها كرامة ايه اللي يتعلق لما اتعب في الشغل اقول ان كرامة اتهانت الثانية كده بس ايه لقى التعبي بالكرامة ايه المتلازمة العجيبة ايه الفخ اللي عاملهونا نفسنا بان التعبي في الشغل واسايا وتحملي ده نوع من انواع اهدار الكرامة وبهدلتي انا اتبهدلتي يا جماعة انا كرامة اتهانت ليه يا سيدي لنا اتبهدلتي في الشغل بس عدد النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاجة تانية غير كده مش ان اكرمكم عند الله اتقاكم فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بات كلا من عمل يده بات مخفورا له ده يبقى كريم ولا وضيع لا ده يبقى فعا على درجات الكرام عشان كده اوقات كتيرة بيبقى من اشكال الكبر الخفي ان احنا نستعمل الكرامة على ان هي نوع من انواع احترام النفس وهو في حقيقة بيبقى كبر خفي ومن الاشياء اللي بتصيب علاقتنا بالعشاشة ان احنا ندخل الكرامة في كل حاجة فمندخل الكرامة مثلا من خلال معناه لازم نفس الامارة بالسوق مش هتدخل لنا الكرامة لكن تدخل لنا الكرامة تحت غطاء وتحت مفهوم عزة النفس اللي عزة النفس بيروح مسلمنا في بعض الاحيين الى الكبر لما الواحد مثلا يعمل ايه حد يقول له اي حاجة ما تعكبوش في اعتبرها بتدوس على كرامته هو دلوقتي اقتلع في البرنامج وقال لحاجة مش مناسبة فواحد جي قال له هو على فكرة مش مناسب ان انت تقول الكلام ده فقال له ايه انت ليه بتهن كده هو رجل وكل حكاة بس ده بيقدم لك نصيحة فهو لما قدم لك نصيحة انت عبرته ايه بهينك اعتبرته بايه بهينك بس هو لما قدم لك نصيحة ما كانش بهينك ده كان بيعمل ايه بيحاول يخليك ما تقعش في الخطأ اللي هو هيهينك فالحفاظ على الكرامة ما ينفعش يكون على كرامتك انت بس لازم تحافظ على كرامة الاخرين فجزء من جزء من كرامتك واحفاظ على كرامة الاخرين بل جزء من الواجبات عليك فانت واجب عليك ان انت تحافظ على كرامة اللي حواليك وعشان كده ستنا عايشة رضي الله عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننزل الناس منازلهم زي الحديث الذي اخرج الامم مسلم في مقدمة كتابه الصحيح يعني ايه يعني امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نكرم الناس وان نكرم الناس لكن النهاردة بنتكلم لما بنجعل الناس كأنهم واقفين على صوبعهم لما يتعاملوا معنا يا نهار ربي تحس كده انت بتعامل مع واحد من خليك مش قادر تلتفت لازم تراعي الكلمة تراعي اللفتة لو لو دورت وشك تحس كده ان انت قدام ايه قدام حالة مركبة من التعامل مع شخص فتحس ان هذا التعامل اصبح حل فلما يتعاملوا معنا لازم نكون وقفين على ضوافرنا ما نلتفتش ونعتبد ان ده جزء من الحفاظ على كرمته او ان احنا لو بنعمل كده مع الناس نعتبد ان ده جزء من الحفاظ على كرمتنا وعلى فكرة ده في الحقيقة مش عزة نفس ولكنه غرور للأسف وذلك رسول الله عليه وسلم لما يدخل الصحابي الاعرابي فهو ما شافش حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل من فيكم محمد فرسول الله يعرفوه على رسول الله فما يعتبرش ان ده تنوع من انواعات تجاوز ما قالش ان انا لازم كل الناس اللي رايحوا اللي جاي لازم يعرف انا مين فبقى عندنا مشكلة في حياتنا ازاي نقدر نفرق من ان ده حفاظ على كرمتنا ولا ده غرور لان في بعض الاحيين بيبقى نعم غرور انا اقول لكم شوية معيير المعيير الاول ان نقدر نفرق بقى ولا انا بعمله ده غرور ولا حفاظ على كرمتي طب انا بقول كده ليه لان دوت عند اصحاب الدين والي بيحبه ربنا انا عندك عارف الغرور وان دوت نوع من انواع حفاظ على كرامة هو الفرق ما بين ايه ما بين الاتزان الانساني وصمود النفس وما بين الهوان الانساني والهشاشة النفسية فانا دلوقتي مش بكلمك بس عشان فكرة مسألة العبادة بس بس بفي اسمها عبادة ان انا احافظ على سلامة باطني دي عبادة ان انا احافظ على باطني لان باطني ده وقلبي ومشاعري ووجداني دي امانة عندي لانها ملكي لله فمنفع شرعب بيها فانا لو ان انا استخدمت الغرور غرور يستهلك الانسان لكن الكرامة تحافظ على الانسان المعيار بقى ما بين ان انا رايح للهلاك وراح حافظ على نفسي المعيار الاول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسي لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسي لو لقيت نفسي اللي بطلبه من المزايا لي هو نفس اللي بطلبه من المزايا للناس لما بحاول اكون مؤدب مع الناس لما أحاول أخلي الناس تبقى مقدمة معي أنا كمان بحافظ على قدبي مع الناس بس إيه اللي حصل؟ ما وقفش للناس على الوحدة لو أنا وقفتي للناس على الوحدة يبقى أنا ده غرور مش كرام طب أنا لو حبيت لهم اللي أنا بحبهوا لنفسي انه في جانب الحب مش في جانب الإيه الإساء لو في جانب الحب أنا حبيت لهم اللي بحبه لنفسي يبقى أنا مش مغرور لكن إنك تبقى عايز ان حد يكلمك بطريقة معينة عشان بتشوف ان ده هو ده المناسب لشخصيتك هو ده المناسب لك وما تلتفتش لده انت بتتعامل معاه اكيد ده جواك غرور لما تتدايق وتحاسب الناس ان هم منادوش عليك باللقب المناسب لك بيا باش مهندس يا دكتور وانت اصلا مش بتناديهم بالالقاب ده لان انت بتشوف ان انت بتديهم حقهم الله انت زي ما هم بتزعل ان هم ما بينادوكش بالالقاب دي انت كمان هم حقهم ان انت تناديهم بالقابهم لا اصلا هو في الحياة لسه ما خدش الدكتوراه وانت ما خدش الدكتوراه برضا اه بس انا مختلف انا راجل متميز انا راجل عقليتي يعني استاذيتي كان بيقول انت المفروض كنت تاخد الدكتوراه مع الماجستير فانا مختلف شوية لا يا سيدي انت مش مختلف شوية لحاجة انت بناء هدم هو من لحم ودم ومنكرم عند الله وانت بن لحم ودم ومنكرم عند الله اذا انت خدت هذا المعيار فانت مغرور ولست محافظا على كرامتك المعيار التاني الدعادة على الكرامة بيكون في بعض الاحيين بنزع الاوصاف اللي بيها تحترم نفسك مش نزع الاوصاف الاضافية فالاوصاف الاضافية اللي بتيجي من المهنة على سبيل المثال دي ملهاش دعو بالكرامة والتعدي على الكرامة وانك تنزع عن الشخص مسلا دينه تسلبه اخلاقه تنزع عنه تكريم ربنا ليه او تنزع عنه انسانيته زي الاشياء اللي انت لو رفعتها للقاضي يعاقب عليها القاضي زي السب اللي فيه سب او قز لكن واحد ما قالكش يا عبقري او ما قالكش اي حاجة انت شخص شاطر او في شغلتك فاذا كان هو قالك ايها العبقري مثلا في تعليم الناس لو ما قالكش ده ده شيء اضافي مش لازم لو هو نزع عنك حتى لو قصد يضيقك لو انت اضيقت يا ناحد لما يجي يقول لي يا عمر ايه لي يضيقني لو انا حد قال لي يا عمر و اضيقته لذلك انا كنت قعدت مرة اتأمل احاديث رسول الله سلم كم من المرات الناس نادوا على الرسول الله سلم باسمه وكم فيها حضرت النبي طمع عروجه او الدايق ولا مرة يا محمد اقضي لي دين محصلش يا محمد ينادوا كده فلذلك ايه اللي حاصل فلما يتسلب منك حاجة هو ما سلبش منك حاجة ده متعلقش بكلام كل الاشياء دي زائلة المعيار التالتة عشان تعرف نفسك هو انت شخص بتسعى الى الحفاظ على كرامتك ولا انت شخص بتعمل ايه ولا انت شخص مغرور معادلة كده من لم يقل لك حسنا فقد لك قال لك سيئة اذا كانت المعادلة دي عندك فانت مغرور يعني اذا ما قال لكش كلام حسن يعني الشخص اللي اتعامل معك تعامل عادي لو انت شخص شاف ان تعامله العادي ده بيسيء اليك يبقى انت انسان مغرور ده سلم علي كده ما سلمش عليها بترحاب ما سلمش عليها بكذا ده ما اهتمش بيها بالاهتمام الكافي او ما قاليش كلمة ما شاء الله انت جميل جدا او ما قاليش اي كلام في حسن وفي حلاوة يبقى كده اساء الي لو انت بي عندك المعادلة دي في قلبك انت متكبر لان دي معادلة فاسدة الشعور ده بيقول ان انت عندك كبر خفي لان في فرق كبير جدا 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 ان الشخص يسمع اخاه احسن الكلام لما يقوله مثلا يعني لما يقوله كلام حلو مثلا يقوله يا سيد فلان يا باشواندس فلان فهو ايه اللي بيحصل فهو بيبحث عن ادامة العلاقة بينهم وادامة التكريم وبفرق ان ده حد يعتبره اهانة لكرمته والله ما فيه اهانة يقولك فلان ما بيحترمنيش ما بيدينيش وضعي ما بيدينيش بريستيجي اه صاحب عشان كده اوقات كتيرة مساحة الكلام العادي اللي من غير القاب من الناس بتكون مهمة جدا جدا لتربية الناس وهو تحولهم الى انسان محترج لما الانسان يتعود انه ما حدش بينادله ما حدش بيقوله الناس بتكلمه الكلام العادي ده ده يعلمه ازاي ما يحسش ان هو مشهور ما يحسش ان هو مغرور ما يحسش ان هو اكبر من أن الناس تتعامل معها بالكلام العادي الحاجة الرابعة بقى والمعيار الرابعة أن رسم الحدود مش من باب الحفاظ على الأسرار والخصوصية ولكن رسم الحدود بهدف أن الناس تكبرك وكل واحد يلزم حدوده فده نوع من أنواع الكبر والغرور أن أنت لما تجي ترسم حدودك مع الناس عشان تحافظ على خصوصيتك أنت مش بترسم حدوده عشان ده جزء من الاحترام وجزء من الحفاظ على الخصوصية أنت بتعمل كده عشان ده يعرف هو مين وده مش من حقه أنه يقترب مني فلو كان واحد مثلا طيب وغلبان جي يكلمك فتقول له لو سمحت لزم حدودك مش لأنه أواع يتعدى على خصوصيتك لا لأنه هو الشخص ده ما يستحقش أنه هو إيه يقرب منك أكثر من كده أو أن أنت لما تجي تترسم حدود مع الناس فأنت بتعمل كده عشان وجهتك عشان مكانتك إذا عملت كده فأنت إنسان مغرور عشان كنت دائما بقول للناس أن الإنسان المتزن لازم يعيش شوية حافي إيه يعني إيه حافي إنه يعيش حافي من الألقاب حافي من إنه ياخد كل حاجة على كرمته حافي من إنه يستوفي على الناس ولازم تعيش بحقيقة أن أنت عبد فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما بصل الصحابة فالصحابي من هيبة رسول الله ومن جميع رسول الله فزع فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هون عليك يا أخي ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل قديدة في قريش ومرة لما يجوا يكلموه هو يعني وكأنهم عز عليهم إن الرسول لا يعود نفس عادتهم ويأكل بنفس طريقتهم فإلا إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وأكل كما يأكل العبد وعشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعيش معاهم في تفاصيل حياتهم زي أي واحد منهم وما إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه؟ عشان يدينهم النموذج ويعلمهم القدوة الحسنة ويفتح لهم فصلاً فصلاً في مدرسة المحبة ومدرسة الود ومدرسة الرحمة ومدرسة الجمال اللي هي المدرسة المحمدية مدرسة حضرته صلى الله عليه وسلم مدرسة اللي مليانة نور ورحمة وخير وجمال فيعلمهم في الفصل ده إزاي الإنسان يصل إلى أنه حافظ على كرمته بالبساطة كثير من الناس مش عارفين أنه من أهم الأصول التي نحافظ بها على كرمتنا البساطة فإن اللي حاصل؟ فالبساطة دي تجعلنا أقرب إلى الناس تجعلنا كأننا وضعنا بساطة للناس عشان يدخلوا ويتقابلوا معانا ونتحب في الله يبقى لازم نعرف أن الأصل في العلاقات الفضل مش العدل فالفضل يا سيدي بيؤسر القلوب فأنت لو عايز تعمل علاقة بينك ومن حد تاني خليك صحب فضل لما تكون صحب فضل العلاقة يبقى فيها حالة من حالات السعادة الناس تبقى حبة أنها تقعد معاك لكن إحنا عندنا ظاهرة أفسادت علينا علاقتنا وهي بزنسة الأخلاق يعني إيه بزنسة الأخلاق أن الواحد لما يجي مارس الأخلاق لازم تكون بمقابل الأخلاق يا سادة لا تبزنس الأخلاق والقيم شيء غير محدود الأخلاق والقيم مطلقة إحنا اللي خلينا الأخلاق والقيم عبق علينا لما حولناها إلى بزنس لأن العايش بالقيم مطلقة بترحمنا من كل فرز بيفرزه الإنسان لكن أنت لما تخلي العلاقات بزنس لازم تفرز كل واحد وتدي جوله واحد على قده لكن أنت لو أنك أنت خليت الأخلاق مطلقة وتعاملت مع الناس بالأخلاق ما بقىش عندك تكلفة بقت الأخلاق غير مكلفة لأن أنت مش شايف الناس أنت شايف رب الناس وأنت بتتعامل مع الناس سعاد الشخص اللي بيبالغ في الحفاظ على كرامته بيكون ده من باب الغرور اللي عايز الناس تحبه من غير ما يحب الناس ويحسسهم لما يتعاملوا معاه أنهم لازم إيه اللي حصل يضربوا له تعظيم السلام فيحس أنهم بيهنوا عشان بيحسسهم أنه أفضل منهم فهم ما يحاولوا يفهموا أنه مش أفضل منهم فيحس أنهم بيهنوا حقيقة مهمة جدا جدا لازم نعيش بيها في حياتنا أن العلاقات فضل من الله وليست فضلا منك العلاقات رزق بلاشت مني بيها على حد بلاشت تقول له إنت هو بتتعامل مع حد جدا ما تحسسوش أنه يحمد ربنا أن أنت بتتعامل معاه ده أنا آسف يعني نوع من أنواع كفران النعمة أنت بتكفر بنعمة اللي النعمة دي من عند الله هو ربنا وربنا ولي ماذا حفظ على قلبك ففي العلاقات فيها شكران لنعمة العلاقات وفي كفران لنعمة العلاقات كفران نعمة العلاقات لما يفضل الواحد يفععص في العلاقة لكن شكران النعمة أنها لما تجيله يسعد بيها ويستثمرها مش يقعد يفععص فيها أنا أقول لكم شوية إجراءات كده ممكن أول نعملها عشان نعيش في علاقاتنا وفي حياتنا نعيش بإيه؟ بين العلاقات دي نعمة ورزق ونعيش بإن العلاقات دي نعمة ورزق ونحصل إيه بقى؟ ويحصل فتح من ربنا أول حاجة أني نلتمس العزر للناس وما نفتش للناس وما نقفش للناس على الوحدة وما نفتش في نواياهم وما نعملش ده تحت شعار الكرامة لأحنا كده للحقيقة يعني ده أكثر أقصى درجات الوظهور الكبر حاجة تاني حاجة أنه إحنا النادي أحبابنا بيأحب الأسماء لقلوبهم حتى لو كان الأسماء دي أسماء فيها دلع وأنه إحنا نحافظ على احترامك لكل حد تقابله حافظ على احترامك ليه حضرت النبي كان صلى الله عليه وسلم بيحب ده وبيحافظ عليه إنه وينادي عن الناس بأحب أسماءه تالت حاجة لما يزيد عليك النار لإحساس إن حد تعد على كرامتك ناجي مولاك سبحانه وتعالى مناجاة أنا بسميها مناجاة الإبراد أو التبرد ليبرد الله سبحانه وتعالى فؤادك قول يا سيدي لقد رأيتني خائفا من المهانة متحاشيا أن تداس كرامتي وكل هذا كان من وهمي ومن أسري لنفسي فرأيت قلبي يبكي دما وأنا أتحصر على من فارقتهم لا لشيء إلا لأنني اتهمتهم ظلما وبهتانا بأنهم يؤذون كرامتي فيا كريم يا حفيظ يا ولي احفظني من غواية نفسي وأبرئني من لهيب مشاعري وأوقفني تحت برض محبتك حتى أحب الناس ولا أراهم إلا بابا من أبواب رحمتك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أكرمنا بمددك وبرحمتك في كل وقت وحين بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم ونجيب على أسئلتكم المباركة اللي وصلتنا على صفحتنا ولكن بعد الفاصل موسيقى 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 رجعنا لحضراتكم ومعنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسره اللي بنتلقى عليه أسئلتكم المباركة ونجيب عليها طالبين مدد ربنا سبحانه وتعالى وبقاءنا في حضرة مولانا سبحانه وتعالى وتعالوا ناخد أول سؤال وصلنا بيقول هل الإنسان لو شاهد ذنب ولم يفعله هل سيحاسب على المشاهدة أم على الفعل ذاتي لو كنا بنتكلم على مشاهدة الأشياء اللي بحية آه حرام مشاهدة الحرام حرام يعني مشاهدة مثل هذه الأشياء المشاهدة نفسها لهذا الذنب حرام يعني هو ما فعلش الزنا ولا وقع في ملامسة حرام لكن هو شاهد مواد يبقى حية حرام فيبقى حرام لكن لو بيسأل بقى هل هو إذا شاهد مثلا واحد بيسرق فستر عليه فهل مشاهدة لسرقة إنسان حرام لا ده أمر يحصل له كده بدون إرادته فإذا كان المقصود شيء من الحرام أنت شاهدته بإرادتك هيبقى حرام لو بتقصد شيء غصبا عنك أنت شفته شفت واحد بيعصي ربنا سبحانه وتعالى ثم سترت عليه والمشاهدة دي لهذا الذنب أنت ما كانش لك يدي فيها لكن أنا مسؤول عن آه لإني إن الصمع والبصرة والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤول فأنت مسؤول عن نظرك الأشياء اللي أنت بتشوفها أنت مسؤول عنه فأنت لازم تعرف أن بصرك أنت مسؤول عنه ولذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم فيغضوا من أبصارهم يعني ما يشوفوش المعاصي أو الذنوب لكن لو شيء شفته غصبا عنك وما كانش عندك إرادة يبقى خلاص دوت خلاص أنت مقهور عليه لكن لو شيء أنت شفته وكان في معصية وإنت ظللت تنظر إليه فيبع عليك حرام إحنا عندنا لدرجة أن السادة المالكية بيقولوا أن النظر للحرام حرام يعني لو شفت حد بيشرب خمرة وإنت قعدت نظر إليه أو حتى شفت زجاجة خمرة أو قعدت تبص لها كده فالنظر إلى الحرام حرام فذلك إلا حاصل إذا كنت أنت بتعمل ده لا ما تنظرش طب تعمل إيه أنت بقى لأن أنا خايف كمان يكون في جلد للذات طب إنت تعمل إيه تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وخلاص إذا كنت إنت نظرت إلى معصية زي الأفلام الإباحية ولا حاجة توب إلى الله واستغفر الله سبحانه وتعالى لكن الحل مش أنك أنت تصلح نفسك أن أنت تستهين بالمعصية لكن إيه تتوب إلى الله سبحانه وتعالى السؤال بعد كده بيقول عايزة أسأل هو لازم نحفظ القرآن الكريم كله حفظ ولا لازم أعرف أقرأه بالتجويد وده المؤمن لا المسألة بإني ليس كل الصحابة حفظ القرآن الكريم بس كده أنا مش بشجعك على أنك أنت ما تحفظيش القرآن الكريم لا 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 خالص أنا بقولك بس عشان أنت بتقول لي هو لازم حفظ واجب ولا لا مش واجب علينا لكن إيه اللي واجب علينا إن إحنا لا هنهجر القرآن فهجر القرآن حرام فواجب علينا إن القرآن دائما يكون قريبا من قلوبنا فنعمل إيه بقى نعمل نقرأ القرآن بحسب الطاقة وعلى فكرة إحنا عندنا وسع ما حد سيقول لي والله أنا أنا فتقطي إن أنا أحفظ الصور الصغيرة لا اجتهد طب اجتهدك في إنك أنت تحفظ صورا من القرآن ده يفتح عليك أبواب الخير كله لأن حفظ القرآن وتعلم القرآن وتعليمه من أجل أبواب الجنة ومن أعظم أبواب الرحمة والفضل والنعمة ولذلك إحنا ما بنسبة هو أنهي الأفضل الطلبة العلم طبعا الأفضل لا أنهي تحفظ القرآن لو غير طلبة العلم الأفضل ليهم إنهم يعملوا إنهم يدوموا عليه يعني هو لو مش يدوم على حفظ القرآن ويدوم على قراءاته بالتجويد كيف هذا الأفضل ليهم لكن هو أصلا عندنا قاعدة في الفقر بتقولي الجمع هو أولى من الترجيح إن أنا أحاول أحفظ وأنا بقرأ بالتجويد ده بالعكس قراءة بالتجويد بيتساعد على الحفظ لأن الجمال بيساعد الإنسان على التعلق بالشيء فإذا أنا قرأت بالتجويد قرأت بالتجويد دي باب من أبواب مساعدتي في الحفظ وساعدتي على إننا أصل إلى مولانا سبحانه وتعالى فلذلك يبقى الحل وإيه إننا نتعلم التجويد وأحفظ إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى وأحفظ ما أستطيع وأحفظ ما أستطيع السؤال بعد كده السلام عليكم هل واجب قراءة القرآن وأنا متوضع فيه الناس بتستخدم كلمة قراءة القرآن بمعنين قراءة القرآن بمعنى تلاوته إن أنا أحرك لساني أقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أنا بصص لكم مش بصص في المصحف أنا حتى لهم بصص في المصحف وبقول كده يعني التكلم والتلفز بالقرآن التلفز بالقرآن والكلام في القرآن لا يشترط فيه لايه مس المصحف لا يشترط فيه مس المصحف ولا يشترط فيه الوضوء فأستطيع أن أنا أتلق قرآن في أي مكان ولو أنا على غير وضوء أتلق قرآن يعني حرك نفسي يعني ما واحد يقول لي اقرأ الفتحة فاقرأ الفتحة لو أنا مش متعد هو اللي يمنع فيه أن أنا أتلق قرآن وأقصد القرآنية في ساعتها لو انا جنب لكن انا ودلوقتي وانا مش متوضع ايه اللي حاصد يجوز ليه ان انا اقتل القرآن لو كان مسألة التلاوة بقى دي وحد بيقوله قراءة القرآن هنا مقصود بيها القراءة بمعنى التلاوة فيجوز يجوز ان انا افعلها بدون ما يكون ايه اللي بيشترط فيه عند الجمهور عشان اعمله وهو متعلق بالقرآن مس المصح مسألة ان انا اشيل المصحف كده طب لو المصحف في التابلت لو المصحف في المحمول في الهاتف في الهاتف النقال المحمول لا بأس لا يشترط ان انا اكون متوضع يعني ايه ده يعني المصحف ده لو في التابلت هنا دلوقتي لا يشترط ان انا اكون متوضع اه لا يشترط ليه لان المصحف اللي موجود هنا موجود كتطبيق من التطبيقات في تطبيقات كتيرة جدا فده لا يطلق عليه انه هو ان انا شايل مصحف لكن انا شايل اداء او وسيلة في باطنها المصحف فعشان كده لو انا بقرأ القرآن من التابلت كده بس ما قدام القرآن انا عارف انه ما قدام القرآن بس انا ساعتها ما يبقاش حكمي ان انا ماذا ان انا كده بمثل مصحف يبقى قلنا حاجتين مهمين دلوقتي الحاجة الاولانية قلنا ان تلاوت القرآن لا يشترط لها يعني تحريك اللسان بالقرآن لا يشترط له الوضوء الامر التاني ان انا لو حملت المصحف اللي موجود في التطبيقات اللي موجودة على التابلت او موجودة عندنا فده لا يحتاج الى ايه لا يحتاج الى وضوء وده جائز وليس في حرمة يبقى لكن ايه اللي الجمهور بيقوله نتوضأ اذا فعلناه ايه اللي هو حمل المصحف طب تحريك المصحف بشيء ان انا معايا قلم كده والمصحف على حامل وحركت المصحف بألم ولا حركت المصحف بخشبة او اي شيء تاني اه لا ده يجوز كمان يبقى احنا كده استوعبنا الى احكام الخاصة بمسألة ماذا بمسألة مس المصحف يبقى مس المصحف هو اللي هو الحمل ده حمله او لمسه بهذه الطريقة هو الذي يتطلب ايه يتطلب الوضوء اما غير ذلك فلا وعشان كده احنا محتاجين نفهم هذا ونعرف الاحكام ونفرق من بين الاحكام دي السؤال بعد كده بيقول ايه بيقول لو سمحت كنت حطى مبلغ من المال وديعة في البنك وفات عليها سنة احسب زكاتها ازاي السؤال ده مهم وبيتكرر هو مهم وبيعمل ايه وبيتكرر ليه بقى لان الناس بيتكرر بسببين السبب الاولاني بيتكرر لان الناس مازالوا حتى الان فيه ناس بتاعبس وتتكلم في ايداع المال في البنوك فايداع البنوك في البنك حلال ايه ده هو ده سبب تكرر مساء زفا الحاجة التانية السؤال التاني بيبقى ازاي خرج الزكاة انا لو اوضعت المال في شكل وديعة او اوضعت المال في شكل شهادة استثمار ده غير لما اوضع المال في شكل حساب استثماري ايه الفرق ان الوديعة دي حتى هوما الناس بيستخدموا كده بيستخدموا تعبير وهو تعبير جاي من من الثقافة والمعرفة الاقتصادية ان في الوديعة والشهادة لو انا حبيت اسحب قيمة الوديعة او اسحب قيمة الشهادة يقول لك انا كسرت الوديعة كسرت الايه كسرت الوديعة وكسرت الشهادة عشان اجبها هما بيقولوا كده ليه لان انا باضطر اعمل ايه ان انا اقطع استثماري في هذا الوعاء وقد يترتب على ده في قطع استثماري بعض الخسائر الموجودة طب ايه الحاجة اللي شابه كده قال له الحاجة اللي شابه كده اسأل له استنى الاول هو الشخص اللي عمل الوديعة ده او عمل الشهادة عنده فلوس تانية بيصرف منه ولا لا قال له تعالى نقول لو كان عنده فلوس تانية يصرف منها غير الوديعة او عنده فلوس او ما عندهش فلوس تانية يصرف منها غير الوديعة قال له عنده فلوس تانية يبقى يطلع اثنين ونصف المية على هذه الوديعة ليه هيتعامل زي بقية الاموال يعني اذا بشرطين تبلغ النصاب اللي هو 85 جرام دهب وايضا يكون كمان بعد بلغ النصاب حالها عليها الحول خلاص يبقى اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وهي فيه فلوس تانية قادر انفق منها انطلع اثنين ونصف المية عنها قال له طب ما عندهش فلوس غيرها ولو خرج من الشهادة دي او خرج من الوديعة دي هيكسر الوديعة والشهادة دي قال له طب استنى كده نشوف بقى يكسر يعني حاجة انقطعت قال له ده شبه الايه ده شبه الارض الزراعية ده شبه الارض يعني قال له طب انت بتقول كده ليه قال له تعالى بقى نشوف الارض الزراعية دي بنطلع عليها قد ايه قال له بنطلع عليها العشر العشر من الريع قال له خلاص يبقى لو ما كانش عنده شيء تاني ينفق منه غير الوديعة دي وبيصرف على نفسه من الريع الوديعة دي هيطلع 10% من الريع قال له 10% من الريع امتى قال له 10% من الريع كل ما الريع يجيله يعني افترض ان بيجي الريع 7000 جنيه كل 3 شهر يبقى ايه اللي هيحصل هنطلع من الريع ده 10% هنطلع 700 جنيه من 7000 جنيه كل ما ييجي الريع إيه ده يعني مش تطلعه في آخر السنة قاله لا مش تطلعه في آخر السنة هتطلعه كل ما يجيلك الريع فعني بيقى انطلع عشر الريع كل ما بيجيلي ليه نحن مأمورين إننا احنا خرج الزكاة في زروع السلام في زروع السمار عندها عند الحصاد فالحصاد هنا بيقوم مقامه إيه إن أنا أحصل الريع قال لي بس دي من الزراعة يا مولانا قال له ما أنا حارف قال له أنا عارف ان دي من الزراعة بس احنا عملنا كده ليه عشان ما نجيش نقول للراجل طلع اثنين ونصف في المية آخر السنة فيبص لي ده ان كل الفلوس كل العائد اللي طلع اللي عنده ده ازا كم ممكن تكون قد العائد ده ويمكن اكتر منه في بعض الاحيين وهو ما عندوش حاجة ينفق منه لكن ما يطلع سبمائة جنيه من السبع تلاف جنيه كل ما يجي له الريع ده طريقة تتناسب مع ذلك الشخص اللي ما عندوش غير هذا الوعاء الذي يخرج منه الزكاة يبقى ايه اللي حاصل يبقى عن طلع لو ما كانش فيه اي حاجة نصرف منها غير رعائد هذه الوديعة عن طلع عشرة في المية من الريع مش اثنين ونصف في المية على الريع من الريع واصل الشهادة طب لا فيه فلوس تانية غير الشهادة دي بننفق فيه على نفسنا يبقى حنا نطلع اثنين ونصف في المية على اصل الشهادة وعلى الريع ارجو ان يكون الكلام واضح لان ما كانش واضح في السؤالة والسؤال على ايه هل السؤال على من عنده اموال اخرى غير هذه الشهادة ولا السؤال على شخص بيعيش على عائد هذه الشهادة ارجو ان المساء تكون واضحة واسأل الله سبحانه وتعالى ان يمس علينا ارزاقنا وان يجعلنا في مدده وفي بركته وفي رحمته يا رب العالمين نسألك ان تجعلنا ممن يحافظون على كرامتهم بان يحافظوا على كرامة احبابهم ومن حولهم اللهم اجعلنا كرماء نكرم ولا تجعلنا قد لفنا الكبر والغرور فجرحنا وازينا الناس اللهم امننا من انفسنا واجعل قلوبنا طيبة وطيب عيش من يعيش معنا بكرم اخلاقنا وبسعة صدورنا فترحمنا من انفسنا وترحم الناس من مساوينا فانت بارينا فاعطنا ما يزكينا يا رب العالمين